كأن هذا دليلها القاطع على تورط إيران في تفجير ناقلتي النفط في خليج عمان بحسب القيادة الوسطى الأمريكية هؤلاء عناصر من الحرس الثوري الإيراني ينزعون عن هيكل السفينة اليابانية كوكوكا كوريجس لغما غير منفجر سبق ذلك اتهام أمريكي مباشر لإيران بالتورط في الهجوم على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو إيران نفت على لسان وزير خارجية محمد جواد ضريف الذي كتب على تويتر متهما أمريكا بالاستناد إلى أجزاء من دلائل حقيقية أو ظرفية وبالإرهاب الاقتصادي بعيدا عن النفي والإثبات هناك واقع جديد الآن ترسخ يشير بأن الوضع على مستوى عالي من الخطورة الذي شهدناه في استهداف الناقلتين هو يمكن وصفه بأنها بروفة صغيرة جدا لما يمكن أن تكون عليه حال المنطقة في حال بدأت مواجهة عسكرية مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بالتالي الآن الدبلوماسية الدولية مدعوة لأن تفعل فعلها لأن الانزلاق الذي يحتمل في حال حصوله بدأ بشكل واضح أن الجميع هو المتضرر لكن مشهد الناقلات المحترقة جنوبية مضيق هورموز لا تقتصر عكاساته على التوتر الإيراني الأمريكي فحسب فأمن الطاقة العالمي أصبح في حيصبيس وهو ما يزيد الضغط على دول العالم المستوردة للطاقة من الشرق الأوسط وبالتالي يهدد بعزمات أكثر اتساعا إلى جانب التأثير الكبير الذي سينعكس على الأمن الإقليمي في الوقت الحالي لا أرى مواجهة مباشرة لكننا نتجه بالتأكيد نحو مواجهة عبر وكلاء وحلفاء كل طرف باعتقادي لا أحد يريد الدخول في حرب إقليمية ضخمة تؤكد كل من أمريكا وإيران أنهما غير راغبتين في دخول صراع مسلح في المنطقة لكن الوسطات التي تنشط بين البلدين لا سيما الأخيرة من اليابان لم تصل بعد إلى فتح ثغرة حقيقية في الجدار لا يريد المرشد الإيراني آيات الله علي خامنئي تبادل الرسائل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا يريد ترامب التراجع عن العقوبات كما يشترط خامنئي المشكلة الحقيقية اليوم في اختلاف منطلقات كل طرف في تعريف الحوار علي هاشم بي بي سي ترجمة نانسي قنقر